واليوم هاي كان معلومات هم عينوا عينوا واحد جديد في لما يسمى بإقامة الدولة إقامة الدولة هذي كان واحد اللي كان باش يمسكها الحقيقي مقرب جدا من الولاد القايد الصالح وحطوا القايد الصالح باش هو يمسكها موش العياشي العلوي هذا لا آخر كان ينتظر هو باش يكون هذا لا يحضرني اسمه الآن اعتقد بنويس سفيان حاجة كما هاك سيتم اعتقاله لأنه متورد حتى أخمس قدميه من رأسه لأخمس قدميه كما تقول العبارة في قضية النهب لديرين ولاد القايد الصالح وسنرى اعتقال ولاد القايد الصالح لأن الخصومات قوية داخل النظام الآن سنراهم إذا ما فروش في الأيام القادمة إذا ما سمعتوش بهم فروا ستسمعون بهم قد اعتقلوا نهبوا ما لا تتصورون وهم اليوم شركاء وشركات وسيطرة على الثكنات يبيعون لهم السلعة وجيب هادي وبني باسم الجيش ما لا تتصورون من ولاد القايد الصالح والمرتبطين بهم سنرى اعتقالهم إذا ما هربوش ونعرف أنه في نهاية المطاف ساعتقلونهم نعم لكن ليس من أجل الشعب الجزائري إنما داخل الخصومات القائمة بين الأجنحة ترجمة نانسي قنقر